اشتركوا في القناة 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 ما كان للنبي والذين اهموا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا قلي حربا من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم وما كان استغفار ابراهيم لابله الا عن وعدة وعدها اياه فلما تبين له انه وعدو لله تفرأ منه ان ابراهيم لأعواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يستقول ان الله بكل شيء عليم ان الله لنوم السماوات والارض يحيي ويميت وما كان وما لكم من دون الله من ولي ولا نصيف لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيض قلوب فريق منهم ثم تابع عليهم انه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة اللي لخلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تابع عليهم يتوبوا ان الله هو احتوال رحيم يا ايها الذين امنوا احتقوا الله وكونوا مع الصادفين ما كان الاهل المدينة ومن حولهم من الاحراب ان يتضلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بألف انفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم ضمع ولا نصر ولا مخمخة في سبيل الله ولا يطبون موطعا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتبهم به حمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقموا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين أسمنوا قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلطة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماما فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماما وهم يستبشرون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر